مرحبا راح احكيب موضوع راح اشبع فشارة علي وراح اشبع مسبة بس ما يخالف انا ما يهمني اللي راح يتجاوز او يغلط بس اللي همني اللي راح يجاوب اجوبه منطقية يعني انا راح احكيب شي منطقي بحت مية بالمية الانسان يولد حر لا الى اسم لا الى دين لا طائفة لا قومية لا عرق لا اي شي لا جنسية لا وطن من يكبر نبدي نزرع بها الشغلات اول شي ننطي اسم بعدين اللي يكبر باذان اللي ودي يعمد اللي ما عرف شي يسوي له وراها يطلعوا لهوية وراها وراها وتالي يقضي طول عمرة يكون عبد لهاي الامور اللي صارت اليه ااا اكم وضوع انا استغربت على استغرابهم يعني انا استغربت من استغراب الشعب العراقي لعدم انتماء بسام الراوي للعراق وانتماء الغير دولة أنا ما عرف بالطوبة ولا إلي علاقة بالطوبة بس دا أحتي من مبدأ إنسان بغض النظر عن مواقف إذا هو شخصيته أو أسلوبه أو سلوكياته بغض النظر عن هالموضوع عاني دا أحتي كإنسان كآلاف العراقيين عايشين بالخارج منهم من هو بعده منتمي للعراق ومنهم من يشوف نفسه هو منتمي للبلد اللي ناطيه الجنسية الموضوع مو موضوع أنه خلص أنت إذا ولدت عراقي لازم تبقى عراق وإذا أهلك مسلمين لازم أنت مسلم أهلك عمدوك لازم تبقى مسيحي لأ الموضوع موضوع انتماء الإنسان وين ما يحس نفسه منتمي من حقه جنسيتك قوميتك البلد اللي أنت انولدت بيه بالصدفة أنا بالصدفة انولدت ببغداد بالصدفة مو أحسن من غيري ولا غيري أحسن مني بالصدفة فهاي الأمور كلها اللي صارت بالصدفة هي ما تلزم عليك أي شيء ولا توجب عليك أي شغلات أي فروض ولا تلزمك بأي التزام أنت ما ملزم بأي شيء وين ما تحس أن يكون عندك انتماء المكان عادي انتمي له يعني إذا بسام الراوي حاس نفسه ينتمي لغير مكان مو للعراق ينتمي لأي بلد ثاني فهذا حقه وهذا شيء طبيعي يعني شنو فرقة عني اللي انولد صدفة بقطر واخذ الجنسية القطرية ما هو يبقى إنسان عادي يبقى حقه فهي مثل ما يقول جورج برناردشو أنه الوطنية هي القناعة أنه هذا البلد هو أفضل وأحسن لمجرد أنه أنت نولدت به لا ما كهي شيش يكهوا يا مقاييس ثانية فهذا الشيء اللي أريد أوصله لكم أنه ما كهي يلزمك أنت إنسان حر لذلك مو من المنطقي ولا الأخلاقي أنه تشمت بشخص انكسر أو توجع أو تأذى أو صار بي شيء لمجرد أنه هو ترك جنسيته الأصلية وأخذ جنسية ثانية أو لمجرد هو حس ما حس بانتماءة للعراق حس بانتماءة لغير مكان ترى هذا الشيء كلش طبيعي يعني ممكن تضوج من تصرفه تصريحه أسلوبه هاي بحث آخران يدحك كمسألة إنسانية تخص موضوع الانتماء للبلد فأتمنى أن الفكرة وصلت تحياتي لكم تحياتي لكم